السلام عليكم عشر تلاف جندي مصري وصلوا الصومال وبإذن الله الفترة اللي جاية كمان فيه أعداد أكتر من كده كل المعدات اللي تتخيلها وبالمناسبة كمان الفيديو اللي أنا عرضته لك مبارح لوصول الطائرات المصرية اللي مقدشوا في الصومال ده كان علشان كبار القاضة والناس اللي رايحين علشان من الآخر يأسسوا القاعدة المصرية في الصومال قاعدة عسكرية مصرية في الصومال ليه؟ بطلب رسمي من الإخوة الصوماليين اللي عملوا معنا اتفاقية الدفاع مشترك علشان ندفع عن أراضيهم علشان يستردوا إقليم صوماليلاند اللي تم احتلاله من شوية مرتزقة بمساعدة الأسيوبيين وعلشان أسيوبيا كمان عايزة تحتل أرض الصومال وعايزة تاخد ميناء بربرة وتسيطر عليه اللي هو بيطل على مضيق باب المندب علشان من الآخر كده من الآخر يقفل عليك قناة السويس خالص يعني انت دلوقتي إيه؟ بقى لك 20% مثلا من قناة السويس شغالة 20% دينا بنكل وبنشرب وحمدين ربنا وشكرين فضله والدنيا ماشي وهم قفلولنا الدخل القاومي بتاعنا كده من قناة السويس عشان تبقى فاهم اللي هي أصلا 3-4 دخلك القاومي معتمد عليها الحمد لله رب العالمين على كل شيء فهو بقى الشوية اللي بقيين دول عايز يقفلهم كمان عشان يجوعك خالص بقى يقفلك في باب المندب اللي رايح واللي جاي السفينة اللي طالعة مثلا من قناة السويس واللي دخل على قناة السويس هو بيدربها لك فجيشك للناس اللي بتسأل أنا إيه اللي موديني الصومال وإيه اللي مود جيش الصومال والكلام ده كله إحنا رايحين عشان نأمن مصالح الإخوة الأشقاء وعلشان كمان نأمن طبعا مصالحنا وعلشان إيه سد النهضة اللي عاملينه ده يبقى تحت عينينا في أي وقت عادي ممكن تجيله صاروخ من أي حتة كده ما هيحصل اشتباكات هو أنت مفكر الدنيا هتمشي عادي كده لا الفترة اللي جاية هتبص تلاقي إيه عشان تحرير صومالي لاندي دي هتبص تلاقي إيه فيه اشتباكات وفيه قلق وفيه دوشة وكمان فيه الجيش المصري هيروح أغاندا بما أن احنا كمان هنعمل قريب إن شاء الله اتفاقية دفاع مشترك مع أغاندا فهتبقى أنت محصر المنطقة كلها جيشك هينتشر في المنطقة دي كلها بإذن الله ليه؟ عشان يأمن مصالحك ليه؟ عشان لو لا قدر الله حصل في الأمور وأموره وسد النهضة ده وجعلنا دماغنا شوية ولا حاجة معادي يتضرب في أي لحظة بكلمك بجد والله لو فكروا هم يدخلوا مثلا على ميناء بربرة ده أو يستولوا عليه بالقوة عادي يتضربوا ويروحوا في ده أيوة أموره أنت بتعمل بتبني جيش ليه؟ أنت بتبني جيش وبتصرف عليه مليارات مليارات المليارات عشان تدافع عن مصالحك عشان تدافع عن نفسك وعن أرضك آه طبعا وأنا بص أيام زمانة جماعة في العصور القديمة اللي هي بتاعة الفراعنة كان الجيش المصري بيعمل كده دلوقت أنا مثلا في حد بيهددني في المنطقة الفلانية أو التهديد ده جيش مثلا أو مشوية مرتزقة أو أي حاجة أو التهديد ده ممكن مع الوقت ينقلب علي أو يطلني يبقى أنا أروح له الجيش المصري من أيام الفراعنة لما كنت أنت بقى إيه سيد أسياد الأرض يعني يعني بعون الله ولا بقى ده الوقت أمريكا ولا الكلام ده أنت كنت حاجة يعني سبحان الله ربنا زكر الفراعنة في القرآن مش من شوية يعني وزكر مصر في القرآن مش من شوية كانت طول عمرها يعني مش دي الحاجة يعني اللي أنا محتاج كمان توضيح فيها يعني مش محتاج أوضحها فكان الجيش المصري يعمل كده لو في الصين وفي تهديد هب هات الرجالة طلعوا خلصوا لنا على القرف ده والرجالة ترجع بس زمان الفراعنة كانوا مفتريين كانوا بيعملوا ايه روح يخلص على الملك ويعلقوا والله العظيم ما بهزر وياخد كل سرواتهم وياخد كل حاجتهم عوزوا بالله ويرجع لكن احنا دلوقت ربنا أنعم علينا ومن علينا بالإسلام ما عدناش بتوع الكلام ده ولا احنا دعاة حرب احنا بندفع عن مصالحنا وبس ان شاء الله بإذن الله الخير جاي لمصر وخلوا بالكم من بلدكم وقافوا في ظهر بلدكم عشان جيشك دلوقت على اكتر من جبهة جبهة السودان وجبهة ليبيا ودلوقت الصومال وجبهة الاخوة الاشقاء جنب سينة وحزبون الله ونعمل وكيل ان شاء الله النصر لنا غصب عن اي حد انتظروني الفيديو قادم عشان فيه اخبار مهمة هنزلها لكم على طول ان شاء الله شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته